ليه كتير ما كلمتش في الفئة الاقتصادية وحشتني جدا. قلت لازم اكلم النهاردة عن موبايل اقتصادي جميل. لا 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 مش شاومي ولا تيكنو ولا انفينيكس. طب سامسونج? لا برضو. موبايل النهاردة من ريلمي هو لسه نازل قريب. بس على مجهز الفيديو والتعديلات هيكون لي فترة كبيرة جدا وكل الناس اتكلمت عنه. مش مشهلة. هجيب لكم ادك التفاصيل في ريلمي اتناشر اكس. انا طريق مجدي والنهاردة هنعرف كل التفاصيل عن البطل ده. وليه الناس مبهورة بيه. مش حاسس ان موبايل اقتصادي نهائي تجربة سالسة وسريعة وجميلة مع تردد مية وعشرين وهيس جدا على السعر ده مفيش تعاليق او تقل في فتحة وقفل تطبيقات. متنقل بينهم لازيز مع مميز جدا في فئته وهو مع معالج رسوميات تجربة جميلة جدا تستحق التجربة قريبا ان شاء الله. دعواتكم اجيبه. والالعاب هنا حكاية. اتفاجئت انه بيدعم على اربعين فريم كسعر فهو فوق الوصف مش ملاحظ اي تعليق اولاك في اللعب. فشابولي على الجمال ده. معنديش خبرة في الالعاب قوي دي تقريبا لو غلط عرفوني اسم اللعبة. هي شغالة ستين فريم وصريعة مش ملاحظ انها تقيلة او بتحلق نهائي. كميلة كشاشة كبيرة لكن الحواف كبيرة شوية ممكن تضايقك. انا بالنسبة لي عادي والوانها مش الافضل لانها قالك نحاسن الالوان شوية هنعمل ايه? همضيف لك حلو جدا. مقاس كبير بقى كام ستة واتنين وسبعين انش. مناسبة جدا للمشاهدات والالعاب. مع دكرة مقبولة جدا بالسعر ده. والاجمد هو التردد اللي مية وعشرين هرتز. ما خليه سريع وسالس في الحركة جدا مع سطوع تسعمائة وخمسين شامعة مقبول. والاجمل انها بتستحمل الصدمات وخصوصا الناس اللي بتوقع الموبايل. الموبايل ده هنفع معكم جدا. المعطاة فتحة الكاميرا السيلفي في الوسط وده الافضل. عجبني اهتمام ريلمي بتصميم الظهر ودائرة الكاميرات اللي باقت شائعة جدا مع خطور جوا الدائرة. جميلة تحسسك انه موبايل اغلى من جدا. الفريم جميل وفيه انحناء خفيف جدا عند الظهر. الباصمة في زرار الباور وجميلة مفاش اي مشكلة. ممكن بس تحس بسنة تقلل شوية في الفتح. ولو بصيت من تحت هتلاقي فتحات السماعة ومدخل الشحن من نوع طايب سي ومايك المكالمات. والاجمل على الاطلاق مدخل السماعة تلاتة ونصف ميلي. لنا كتير ما بنشوفهوش. من فوق هتلاقي مكلمات التاني والاي ار بلاستر ومدخل الشريحتين مع دعمه للفايف جي. لو جربت الاتصال والمكالمات هنا فهو مقبول جدا ما فيوش اي مشكلة. والاجمل من كل ده هو دعمه لمقاومة الرزاز مع يرقى به اربعة وخمسين. الجميل ده بيجي مع اندرويد اربعة عشر ووجة ريلمي واي فايف. دي اكتر واجعة بحبها لانها فيها ايماءات وحركات بايدك تحرك ايدك بطريقة معينة يجيب لك فيديو تاني او يتنقل في التطبيق جميل بصراحة. كنا مفتقدينه من ايام الهواوي. كانت ايام جميلة جدا. وعجبني اكتر شبيه الديناميك ايلاند. لما تشحن بيبان فوق نسبة الشحن. ولو مش عغل غنية وطايمر برضو. حاجات دي بصراحة جميلة جدا وانا بفضلها. حساس الموبايل في موبايل اقتصادي حاجة كده خرافية. وميز انه واي فاي خمسة ولا توس خمسة واثنين. والحد دوقتي تزريلي الفيديو مكانش محدد في ولا لا. العموم هتأكد وهقول لكم. وانت معنى يعمل اشتراك وفعل زر الجرس تقديرا للمجهود ده. واي كل ما حلوة تشجعني احبك جدا. عاز اقول انه بيطلع صور محترمة مع كاميرا اساسية خمسين ميجابيرسل والكاميرا اتنين ميجا للعزل. حاجة محترم على سعره بصراحة. الوانه مزبوطة ردا تفاصيل مقبولة حاجة مفتقدنا في الفعل اقتصاديا. في النايت مود مقبول. طبعا انت مش هتصور بالشكل ده بس التفاصيل بينها الى حد ما. لو تصورت بها تحس انه بيطلع ملامح لوش منوارة شوية. اداءة اعلى عن الطبيعي. بس مش هتتضايق منها وفيه تفاصيل حلوة. لو هتفكر تصور فيديو فهو الف وتمانين تلاتين فريم. مفيش مسبت بصري فمش هيكون الافضل في الحركة والماشي. لكن الالوان مزبوطة. في السلفي جميل وموضح تفاصيل الوش مع اضاءة فتحة درجة بسيطة. مش هتأثر على ملامح الوش. العزل حلو وموضح ان الدرجة مش مبين اي تفاصيل حواليك. حبيته جدا. اوقات الصورة بتلسع وبتطلع ضوء زيادة بس تفاصيل الوش مزبوطة. لا خلاف عليها. هتفكر تصور فيديو فهو برضو الف وتمانين تلاتين فريم. مقبول في التفاصيل لكن الاضاءة مش معالجها كويس. هتحس انه بدي نور زي الرعاش في السيارة كده. مش عارف ليه بيعمل كده بصراحة. البطارية كويسة خمس تلاف ميلي امبير بس مش هكون افضل مع التردد المية وعشرين هرتز. هتحس انه بيستهلك اعلى. فلازم نحل المشكلة دي. راح هتطلق شاحن خمسة واربعين وط. فالاتنين مع بعض عاملين تكامل حلو جدا. على الموقع الرسمي في الهند عندك تلات نسخ. اربعة مع مية تمانية وعشرين. وستة مع مية تمانية وعشرين. وتمانية مع مية تمانية وعشرين. لو في اي نسخ اضافية هنزلها في المعدل. المساحة دي قليلة جدا لها بصراحة. ما تكفيش استخدامي خالص. هي بس تكفي لاستخدامي المعتادة تصفح. العاب خفيف. اتصال مكالمات مشاهدة. لكن ما تكفيش العاب كتير. ما تكفيش شغل التصوير. باختصارا عجبني الوان الكاميرات والتفاصيل. الشاشة في التردد والدقة. الواجهة. مقومة الرزاز. شاحن خمسة واربعين وط مع بطارية كبيرة. تصميم الكاميرات. الاداء العام والالعاب. مدخل سماعة تلاتة ونص ميلي. ما عجبنيش الكاميرا السلبي في الفيديو. مش الافضل. الكاميرا الخلفية في الفيديو برضو مش الافضل. بعض الصوار بتكون ملسوعة في السلبي. الوان الشاشة مش الافضل. وما عجبنيش المساحة الصغيرة المية تمانية وعشرين جيجا. مش الافضل. ما تفتكرش ان العيوب دي هتسوق من الموبايل. لا بالعكس تماما الموبايل متكامل جدا بالنسبة لسعر وانصح به بصراحة. بس العيوب دي من باب ان انت تكون عارف لما اجيب الموبايل ايه العيوب اللي هتواجهك فيه. فهل هتضيقك ولا مش هتضيقك. فلو هتضيقك ما تجيبوش. مش هتضيقك اشتريه. وانت معادي ما تنساش تنورني على الاربع منصات فيسبوك يوتيوب انيسجرام تيك توك. شان نكون قصرة مع بعضينا واكبر اكتر واكتر وابتدي اوزع هدايا نفسي بجد. دومتم بخير دائما. سلام. اشتريه.